ودائما الكويت في قلب مصر العروبة شعار نجد له أفعال تؤكده على أرض الواقع وهو ما ظهر واضحا بإطلاق اسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على أحد أهم شوارع مدينة شرم الشيخ بحضور كل من سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير محمد الذويخ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لا شك هذا يعطي عنوانا بارزا على العلاقات المميزة والأخوية والتاريخية التي تربط ما بين البلدين الشغيغين وتقديرا من الغيادة المصرية ومن الشعب المصري لحضرة صاحب السمو ومكانته نحن نسعد أن اسمه يطلق على أحد شوارع مدينة شرم الشيخ وبنسعد أنه هو دائما في قلوبنا وفي عقلنا ويعني انتعرف طبعا هو أطلق على أحد الشوارع الهامة المهمة في المدينة الشارع السياسي يعتبر ينتد الطريق بطول خمسة كيلومترات متفرع من طريق السلام الرئيسي في قلب مدينة شرم الشيخ قاعة المؤتمرات الرئيسية والتي تشهد أهم الأحداث الدولية تقع في البداية ثم ينتد ليصل إلى أجمل منتجعات شرم الشيخ سنضع بعض المجسمات التي تدل على عمق العلاقة الأخوية ما بين دولة كويت وجمهورية مصر العربية هذا شرف عظيم اليوم أن نفتتح وندشن طريق حضرة صاحب السمو في قلب مدينة السلام طريق جديد يحمل اسم حضرة صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه يمتد هذا الطريق ليعبر عن مدى عمق العلاقات القوية بين الكويت ومصر وعن مدى الامتنان والتقدير لدولة الكويت كريم فتحي تلفزيون دولة الكويت مدينة شرم الشيخ